كروية بنستناها طبعا دي لقطات لوصول الفريق من يمكن حوالي ساعة واحدة بس وصلت بعثة النادي الاهلي لطبعا العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي خالد مرتاجي أمين الصندوق وبعثة النادي الاهلي بالكامل وصلت للإمارات الشقيقة حمد الله على السلامة طبعا وأعتقد يعني أنه من دلوقتي زي ما احنا بنسخن وبنستعدتي طبعا رحلة للفندق أو لسه طبعا ما خرجوش من المطار لكن أعتقد أنه ممكن وهنحاول ننقل دال حضراتكم استقبال البعثة في الفندق وزي ما عودتنا جماهي النادي الاهلي وزي ما شوفنا في قطر قبل كده في المونديال منديال العالم للأندية وفي بطولة سوبر أفريقيا في الكويت زي ما شوفنا البطولة العربية للسلة في السعودية زي ما شوفنا في السوبر جلوب في الهاند بول نتوقع أيضا أنه جمهير الأهلي تكون حضرة بقوة جدا ومؤثرة في استقبال بعثة الفريق إن شاء الله بإذن الله أول ما توصل لفندق القامة ويمكن كمان مع لحظات خروجهم المطار كابتن سامي قمصان طبعا فاروق صلاح يمكن زي مننا اللي هيكون بيغطي لحظة بلحظة معنا وين اللي حضراتكم بشكل يومي على شاشة الأهلي التفاصيل والاستعدادات الخاصة بماطشل سوبر إن شاء الله وإحنا طبعا هنكون معاكم لحظة بلحظة نقل لكم كل التفاصيل فيما يتعلق برحلة الأهلي للأمارات اشتركوا في القناة